موسيقى فيه ماسكات جديدة مثلا موها كليير ماسك يلي هنه الماسكات يلي هنه العادة بس على شقفة من التم هنه شفافين بنفس الوقت فيه كمان الفيس شيلز يلي هنه مثل ماسك ترانسبارنت او شفاف كمان هيدا ممكن يكون خيار وفيه شي كمان ممكن يساعد التلميذ هو انه يكون فيه عنا فاصل زجاجي شفاف بين التلميذ والمعلمة كمان كلمان المعلمة تتصرف برياحه ومن دون ما يأثر الماسك على شرحه فيها المعلمة تستعمل بالصف ما بعرف إذا المدارس قدرى تأمن لكل المعلمات مايكروفون لحتى يوصل الصوت بشكل واضح لما سمعت الميذ خاصة خلال الإملاء لأنه مساء بالإملاء وبالديكتيشن فيه كتير أصوات متشابهة ممكن بالعربة ولا باللغات الأجنبية واحدة من الأشياء اللي كتير مهمة يعملوها المعلمة بأول فترة من المدرسة أنه يدربوا الولاد على أنه يقروا العيون فيهم يعملوها يلعبوا لعبة بسيطة يلي هي حزروا المشاعر بتحط لمعلمة الماسك على وجهة بتطلب من الولاد أنه يحزروا هي شو عم تعمل؟ هل هي عم تبتسم؟ هل هي عم تعبس؟ ممكن تستعمل أكثر الحركات بإيدا مثل برافو مثل مثلا كارد مكتوب مرسومة عليهم الإموشنز أنه هي مبسوطة هي معذبة هي زعلانة فيه شي كتير مهضوم فيها تعملو لمعلمة تساعد الولاد يكون عنده مساعد بصري لحتى يميز بين الوجوه لحتى يعطيه هيك مثل يريح شوي فيها تحط سورته هي وعم تبتسم على طيبة هيك كمانا هيدا شي ممكن يساعد وكمانا قبل ما تفوت على الصف وتحط الماسك بس توقف على الباب تبتسم لتلميزة بقلب الصف تاخد انتي بهون تاخد الايقون تكتبعون ترجع تحط الماسك وتفوت على الصف